بالتوازي مع عملياتها النوعية فيما يخص ملف مكافحة المخدرات وزارة الداخلية كشفت عن أعداد الأحكام القضائية الصادرة بحق تجاري ومروجي المخدرات أحكام توزعت ما بين الإعدام والسجن المؤبد ما يميز عمل مديرية مكافحة المخدرات هو أغلب الأوامر القبضة التي يتم تنفيذها تكون مقابلها أحكام قضائية مشددة تجاه تجار ومروجي المخدرات خلال الفترة الماضية أكثر من 79 شخص تم الحكم عليهم بالإعدام وعشرات الأشخاص تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد ستراتيجية مكافحة آفة المخدرات تشهد بين الحين والآخر إدخال برامج وخطط جديدة تستند إلى المعلومة الاستخبارية ستراتيجية استطاعت تفكيك شبكات للإتجار بالمخدرات على مستوى دولي انخفض تداول بيء والتجارة والترويج المخدرات بشكل ملحوظ في نهاية 23 بداية 24 إلى قرابة 40% وهذه النسبة تعاد نسبة كبيرة وهي في ازدياد وفي اتساع أكثر فضلا عن ذلك كميات الترويج في عام نهاية 23 بداية 24 انخفضت بشكل واسع وهذا نتيجة الملاحقات المستمرة والتفكيك المستمر والقبض المستمر ومثل ما يحظى ملف مكافحة المخدرات بنشاط نوعي على المستوى المحلي متمثل بعمليات استباقية ألقية خلالها القبض على المتاجرين بهذه السموم إلى جانب ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة يتزامن هذا مع جهد على مستوى إقليمي استند إلى تعاون في مجال تبادل المعلومات باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود أثير عادل العراقية الإخبارية بغداد بغداد ترجمة نانسي قنقر